بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليم كثيرا إلى يوم الدين أيها المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم وحياكم الله في حلقة جديدة وهي من سلسلة حلقات نتحدث فيها عن يوسف عليه السلام وعن يعقوب عليه السلام وعن هذه الأسرة الكريمة وموضوعنا لهذه الحلقة هو التقاء يوسف بإخوته وذكرنا الآيات السابقة قل الله تبارك وتعالى وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسِفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ مُنْكِرُونَ مرّة معنا في الحلقة الماضية أن إخوة يوسف جاءوا إليه لأن فلسطين وصيبت أيضا هي بجفاف وبجدب وأدى ذلك إلى البحث عن الميرة أو المؤونة من مصر التي شاع وجود مخطط فيها وطبعا لم يكونوا يتوقعون أن هذا الشخص هو يوسف عليه السلام يوسف لما جاءوا عرفهم عرف إخوته لكنهم لم يعرفونهم أكرم ضيافتهم يوسف عليه السلام ثم أيضا حقق لهم رضبتهم يعني هم جاءوا يريدون مؤونة لأسرهم فحقق لهم ذلك ثم أيضا تحدث معهم يوسف عليه السلام وعلم أن لهم أخ ثم إن يوسف عليه السلام يعني المال أو المقابل الذي أتوا به من أجل اشتراء هذه البضاعة أرده معهم وطلب منهم أن يأتوه بأخيهم من أجل أن يزدادوا يعني هم عشرة فإذا توب أخيهم فيكون حمولة أحد عشر بعيرا فجاءوا إلى يعقوب عليه السلام وقصوا عليه القصة وطلبوا منهم أن يرسل معهم بن يامين لكن يعقوب في البداية تردد لأنه يخشى أن يقع في نفس المصير الذي وقع فيه يوسف السابق لكن تحت الإلحاح ونظرا للظروف التي كانوا يعيشون فيها والضمانات التي أخذها من بنيه من خلال الأيمان والتأكيد على أنهم سيحفظون يوسف بن يامين سمح له بالذهاب معهم ثم إنه وصاهم وصية للمحافظة عليهم لأنهم كانوا في ضاية الجمال ولا يريد أن يصابوا بعين أو غير ذلك وبحسد فطلب منهم أن يدخلوا مصر من عدة أبواب مختلفة فالمهم أنهم عادوا إلى مصر ومعهم بن يامين وعادوا إلى يوسف عليه السلام عادوا إلى يوسف عليه السلام ومعهم بن يامين يقول الله تبارك وتعالى ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه يعني بمعنى أنه قربه وأدناه وأجلسه بالقرب منه ثم ساره بقوله قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كان رفال يعني أنسى كل الآلام التي تعرضت لها فأنا أخوك وأنا طبعا هو الحاكم أوضير ذلك المهم أنه قربهم ثم يوسف عليه السلام لا يريد أخوه أن يعود معهم فيريد أن يحتفظ به في مصر وطبعا من حقه أن يوسف ضريب عاش وربه والآن بدأ يتصل بأهله ووجد أخوه لشقيقه وهذه مقدمة لأن تجتمع الأسرة كلها وتتحقق الرؤية التي رآها عندما قال إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لساجدين هذه الرؤية يعني لابد أن تتحقق فالمهم أنه أراد أن يحتفظ بأخيه ولا يستطيع أن يحتفظ بأخيه إلا من خلال حيلة يعني لابد أن يعمل يوسف حيلة من أجل الاحتفاظ بأخيه فهذه الحيلة هو وضع يعني بعض المقتنيات الملك سواء كان الإناء الذي يكتال به أو الأشياء الذي يشرف المهم أنه وضعها في وعاء أخيه في الحمل الذي يختص بأخيه لأنه في قانونهم وفي شريعة في تلك الفترة أن الشخص إذا سرقه يكون ملكا لمن سرق عليه يتصرف فيه ويتحكم فيه فأنتهت العير وزودهم طبعا يوسف عليه السلام بأحد عشر بعيرا وبدأوا يفكرون في الذهاب فنادى منادي قبل انطلاق القافلة أيها العير إنكم تسارقون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل استقاية في رحل أخيه ثم الذنم الذنون يعني نادى ونادى أيها العير إنكم لسارقون يعني أنتم سرقتم قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون يعني ماذا تفقدون يعني نحن تتهمون بالسرقة ما هو الشيء الذي تفتقدونه قالوا نفقد صواع الملك صواع الملك يعني هل هو المكيال أو الشيء الذي كان يشرف فيه الملك ولمن جاء به مكافأة يعني لمن جاء بهذا المسروق أو لمن أخرجه فأنا أكافئه له حمل بعير وأنا به زعيم أنا أنا ضامن قالوا تالله يعني والله لقد علمتم ما جئنا لنفسده في الأرض يعني لم نكن يعني ليس من هدفنا هو الإفساد في الأرض وما كنا سارقين نحن يعني حتى على الرضو مما وقع لنا مع أخونا يوسف ومع أخونا بن يامين وهو نتيجة للحسن فنحن من الأسرة كريمة لا يمكن أن نعمل مثل هذا الأمر القبيح لأن الأسرة الكريمة دائما تتمتع بالقيم حتى يعني لو فقيد الدين تظل القيم سائدة فهؤلاء يشمعوا بين أمرين يعني أبناء نبي وجدهم نبي وجد جدهم نبي وبالتالي هم أسرة كريمة لا يمكن أن يعملوا مثل هذا الأمر وما كنا سارقين فطبعا خاطبهم طيب أنتم الآن قلتم بأنكم لم تأتوا من أجل الإبساد في الأرض ولم تأتوا من أجل السرقة طيب ما هو عقاب من وجد الصواع المفقود في رحله قالوا 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 تالله لقد علمتم ما جئنا لنسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤهم إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤهم ومجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين ثم أن يوسف عليه السلام أمر العمال أو أمر الموظفين فبدأ بأوعيتهم لا يريد أن يبدأ برحل أخيه فبدأ بأوعية إخوتي يوسف عليه السلام وبعد ما أنتهى منهم مرورا بواحده والآخر ثم استخرجها من وعاء أخيه يعني الشيء المفقود استخرجوه من وعاء أخيه كذلك وهذه طبعا حيلة ليبقى بن يامين مع يوسف لأنه لو لا هذه الحيلة لم استطاع أن يحتفظ به نعم فكانت ردة فعلهم أيضا ردة فعل يعني تألم لها يوسف عليه السلام وهي قولهم قالوا إن يسرق فقد سرق أخله من قبل طبعا هم يقصدون بأخيه الذي سرق هو يوسف عليه السلام ويقال بأنه كان لعمتي أو لأحد قربائه السلام أو ضير ذلك فأنه سرقه أو ضير ذلك فأسرها يوسف مع ألمه بهذا الأمر ولم يظهرها لهم ثم قال في نفسه أنتم شروا مكانا والله أعلم بما تصفون فماذا قالوا له بعد ما يعني هذه الحادث قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فاخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين لأنهم يعني أقسموا أمام أبيهم بالمحافظة على بنيمين قال ما عاد الله أن نأخذ إلا ما وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون وأن تظيرنا إن شاء الله بعد الفاصل للمكمل أحداث هذه القصة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم تحدثنا عن المشهد في الجزء الأول من هذه الحلقة وذكرنا الحيلة التي استخدمها يوسف عليه السلام من أجل إبقاء أخيه بن يامين معه وعلى أن إخوته طلبوا منه أن يأخذ أحدهم مكان بن يامين لأن يعقوب عليه السلام قد وعدوه قد وعدوه بالعودة به لكن يوسف أصر قال يعني لن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عندهم يعني فلما يعني يأسوا من يوسف عليه السلام قال كبيرهم وهو أخوهم الأكبر الذي اقترح في البداية عدم قتل يوسف ويعني رميه في البئر يعني هذا الأخ الأكبر قال يعني أما أنا فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله له هو خير الحاكم يعني هو قال بأنه سيبقى لن يعود لا يستطيع أن يتحمل سابقا كذب على والده والدعاء هو وإخوته أن يوسف أكله ذيب والآن بعدما أخذ عليهم موثقا بأن يعودوا ببنيامين أيضا هاهو الآن يتخلوا عنه ويتركوه فهو سيبقى في مصر حتى يأذن له يعقوب يقول له أرجع أو يجد حيلة يخلص أخوه من هذا السجن الذي وقع فيه يقول الله تبارك وتعالى فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا يعني يعني بدأوا يتحدثون في ما بينهم قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم يعقوب قد أخذ عليكم موثقا من الله وكذلك أيضا يعني أنتم الآن تتركون ابن يامين وكذلك فرطتم في يوسف سابقا أما أنا يقول فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي حتى يرسل يعقوب لي رسالة فيقول لا تثرب عليك قد أفوت عنك تعالى عد إلى بيتك وإلى أهلك أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ثم يعني طلب منهم أن يذهبوا إلى يعقوب أرجعوا إلى أبيكم أرجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق إن ابن يامين سرق وما شهدنا إلا بما رأينا نحن رأينا يعني العزيز أو يوسف عليه السلام أو يخرج الصواع من رحل أخيه وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للضيب حافظا يعني نحن لا نرى لا نعرف ماذا وراء يعني هذا الأمر لكن الذي شهدنا هو هذا أنهم أخرجوا صواع الملك من رحل بن يامين ثم أيضا أسأل القرية أرسل إلى أهل مصر أسألهم عن القصة لأن القصة أصبحت مشهورة في مصر وكذلك أيضا أسأل العير التي أتيناه ثم بعد ذلك وإن نال صادق إذن هم جاءوا إلى يعني طلب منهم أن يقولوا يعني أن بن يامين سرق وأنهم يعني حسب ما رأوا وإذا لم يكون مصدق لهم يسأل مثلا القرية ويسأل العير التي كنا فيها ثم التأكيد يقسمون له أنهم صادقون لكن يعقوب عندما جاءوا إليه وقالوا له قال بل سولت لكم أنفسكم أمر يعني مثل ما حدث مع يوسف عليه السلام فالصبر جميل فالصبر جميل ثم قال عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العلي والحكيم يعني الأمل والرجاء مطلوب أخطر شيء هو أن يصل الإنسان إلى درجة اليأس ما بين قبضة عين وانتباهتها يغير الله الأمر من حال إلى حال فالله تبارك وتعالى قادر وهو يرجى إلى الله تبارك وتعالى ماذا قال عسى الله أن يأتيني بهم جميعا من هم؟ يوسف وابن يامين إنه هو العليم الحكيم وتولى عنه وقال يا أسف يا حزني ويا ألمي على يوسف دائما يتذكر يوسف ثم نتيجة لبكائه أصيبه بالعماء أصيبه بالعماء يعقوب عليه السلام أصيبه بالعماء نتيجة للحزن قالوا تالله تفتأوا تذكروا يوسف يعني أنت لا تريد أن تنسى يوسف يوسف خلاص انتهى من أربعين سنة من خمسين سنة خلاص انتهى يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من هلك يعني هذا الحزن الذي أنت تعيشه سيؤدي بك في النهاية إلى الهلاك قال يعني شوفوا كلام يوسف عليه السلام وهو حقيقة مدرسة يعني يوسف حقيقة مدرسة وكل أنبياء مدرسة قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما نتعلم يعني أنا لا أشتكي لكم وإنما أشتكي لربي أنا لا أسألكم وإنما أسأل ربي ثم قال يا بنية أذهبوا فتحسسوا من يوسف يعني هو ما زال عنده الأمل في مجيء يوسف أذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تأسوا من روح الله لأن القنوط من رحمة الله هذا من أكبر يعني أخطر الأمور إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافر إذن هو أمرهم بالذهاب بالبحث عن يوسف عليه السلام وعن أخيه ثم عادوا المرة الثالثة أو جاءوا إلى يوسف المرة الثالثة فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز يعني يقصدون يوسف عليه السلام مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة رديئة مزجات فأوفل الكيلة وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين طبعا هنا بدأ يوسف يكشف لهم السر هذا السر الذي خفاهم عنه لمجيئهم الأول والمجيئ الثاني المجيئ الثالث الآن يريد أن يخبرهم ثم قال يعني استدعال الذاكرة هل قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون وأيضا هم أراد أن يرفع عنهم الحرج أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف يعني أنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي بن يامين قد منى الله علينا إنه من يتقي وهذه أيضا قاعدة إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجل المحسنين وتذكر قول خادج لما قالت الرسول صلى الله عليه وسلم كلا والله لا يخزيك الله قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين فبعدا قال يوسف عليه السلام لا تذريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين ثم أخذ قميصه وقال اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين وأتوني بأهلكم أجمعين هذا طبعا القميص عادوا به إلى يعقوب عليه السلام ونضعوه وعاد يعقوب مفسرا وثم عادوا جميعا إلى مصر وبذلك يعني استجدوا له وبذلك تحقق رؤيا يوسف عليه السلام أقول سبحان ربك رب العزة عما يصفهم وسلامنا على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وإلى الملتقى في حلقة جديدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة